ازاي اضيف عندي في الملف الشخصي العناصر المميزة في الفيسبوك تابع معاي السلام عليكم اهلا بكم في قناة ياسمين عشر نارضة كده هقولك ازاي نضيف ابرز القصص او العناصر المميزة في الملف الشخصي في الفيسبوك كيرت بقى قبل نبدأ شرح النهاردة تعملي لايك للفيديو داي ولقال مرة تشوف قناتي تعمل لي اشتراك في القناة ويلا بينا على الفيسبوك بنضغط نفتح الفيسبوك بالشكل ده كده وبضغط على الثلاث شرط الاعلى وبعدين بضغط على اسم الملف الشخصي بتاعي بابدأ ان انا ننزل كده انا طبعا ما عنديش عناصر مميزة او ابرز القصص موجودة عندي في الملف الشخصي زي ما نشايفين بابدأ اضغط على تعديل التفاصيل العامة بالضغط على تعديل التفاصيل العامة بابدأ ان انا انزل كده وعندك هنا العناصر المميزة وبقولك هنا اجرب يعني يمكنك تمييز صورك او قصصك المفضلة هنا ليراها كل اصدقائك. يعني انت ممكن تضيف صور او قصص لاي شخص يدخل عندك على الصفحة الملف الشخصي يشوفها. طيب هنا بضغط على اجرب. هنا بدي لك طبعا من البوم الكاميرا وهنا من القصص. انا ممكن دلوقتي اضيف قصص بالضغط على القصة كده. وهنا كمان ممكن اضيف ان انا اضيف مسلا صورة بالشكل انتم شايفينه ده. تمام? وبضغط على كلمة التالي. هنا طبعا بدي لك هنا بقول لك العنوان فانا ممكن انت تكتب العنوان بضغط على القلم ده وبكتب عنوان. فطبعا اه انت زي ما انت عاوز انا مش عاوز اكتب عنوان ممكن ما تكتبش عنوان. لو انت عايز تضيف اي حاجة تانية بتبدأ اضافة المزيد. وبتبدأ تضيف اللي انت عاوزه وبتضغط على كلمة حفظ. هنا تاني جاري حفظ المجموعة المميزة. انا بنتظر لما بتضاف للملف الشخصي اللي هو وجهنا نرجع كده. ونحدس آآ نخرج كده خالص وندخل تاني على الملف الشخصي بالشكل ده. وننزل هتلاقي ان في العناصر المميزة اضافت للملف الشخصي بتاعي. عاوز اضيف اي حاجة تانية بتضغط على علامة الزائد وبتبدأ تضيف اللي انت عاوزه مسلا بضغط كده وبضغط على حفظ. طبعا كل مرة بيبقى يضاف لك مجموعة غير المجموعة اللي قبلها. هنا دي مجموعة هو زي ما انت شايفين. هنا بيبقى آآ المجموعة الاولى المجموعة التانية وهكذا يعني. وبس كده عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات. انا برد على كل التعليقات. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.